ايه ده طنطا عنده ماتشين كمين طنطا بغض النظر بالسنية تحتفي كمان بأيمان المزايد بأيمان المزايد لما طنطا راحت لعب أبو إير في اسكندرية عزم الجماهير كلها على الغداء هو أحمر النبيل محترمين جاب علب وعزم الجماهير لأنه في حالة من العشق ما بينه وما بين طنطا لكن أنا متافأ معي ياخد وقبه 24 أراد بس يسيب 3 أبو إير أبو إير الأسمي ده عنده 3 ماتشات بره كله عن 3 ماتشات أبو إير عنده اتنين بره وواحد جوه اللي اتنين اللي بره مين طنطا وسبورتينج وعنده على ملعابه كفر الشيخ حلو كده طنطا عنده مين عنده أبو إير وعنده الحمام بره وهو ده الماتش المهم لطنطا حماشي حمام كل ماتش يعني مش بسولة بص أسازينك في حاجة طبعا أنت أتفق معايا فيه مفيش في التلات ماتشات ماتش مهم ومش مهم بلانية المحل عنده المجد بره وعنده الهلال جوه وعنده تكيرنس بره تكيرنس لو فضل في المنافسة هيتعب البلدية صح كده عايزين نقوم متطفقون في دي معايا أنا معايا هو ستة واربعين نقطة بس ما بعيدش وعايز أقول يا جماعة ما انطلبش مجلس إدارة نادي تكيرنس أكتر من طبعا يا جماعة تكيرنس ده مركز آه يصعد دوره ممتاز ويبقى بسم الله ما شاء الله لكن وجودك في دور المحترفين ذاته هو إنجاز وجود جمهورية شبين الصاعد من دور الدرجة الثالثة أو العائد لدور الممتاز به في المنافسة دلوقتي هو إعجاز لكن اللي نزعل عليه أندية زي المنصورة زي كفر الشيخ زي الأولمبي آه طبعا دي أندية نزعل عليها عندك بلدية عندك فريد كيرنس عنده الحمام المطش الجاي وعنده المنصورة في المنصورة وعنده البلدية في كيرنس خد اللي بعده جمهورية شبين عنده بروكسي في شبين لا بروكسي في اسكندرية بروكسي في اسكندرية وعنده نابروف الداخل وعنده المجد في الخيه في الخيه حلو كده المجد هتقول لأخر مطشي مع جمهور ده المجد لسه والإمبارح متعادل مع المنصرة في المنصرة والمنصرة كان بيتموت ما فيش فرقة جماعة كل الفرقة بتلعب لنفسه ده شيء جميل المجد أو المطشي لإبراهيم سعيد اتعادل مع بلية المحلة اللي هو المهاردة تاني الدور لكن التجربة اثبتت ان الجهاز الفن اللي بيجي وبيختار الفرقة وبيبني اللي سكواد بنفسه طيب جهزولي ركلة جزائر